اشتركوا في القناة ولكن ما يجهله الكثير هو ان تناول بعض انواع الاسماك قد يؤدي بك الى الهلاك بحيث ان بعض الاسماك تكون سامة وذلك لاحتوائها على مادة الزئبق بنسب متفوتة والذي يعتبر عنصرا جدا سام وخطير وحرصا على سلمتك تجنب اكل الاسماك الموجودة بالمحيطات واسماك المزارع وذلك لانها تكون في غاية السمية بسبب القاء المزارعين مبيتات الحشرات والكيموية في الماء احترس جيدا فاكل السمكة الخطى من شأنه ان يوديبك الى الهلاك استعمال حقيب الماء الساخن يستعمل الناس حقيب الماء الساخن لاغراض علاجية كثيرة غير ان هذه الاخيرة غير وامنة اطلاقا بحيث انها مصنوعة من البوليكاربونات بلاستيك الذي يحتوي على بيسد فليول اي او دي بي اي التي تسبب سرطان مخ تلفح ومشاكل في غدد الصماء اضافة الى هذا فعلى الرغم من ان العديد من الشركات اوافقوا على التوقف عن استعمال هذه المواد الكيموية الخطيرة في استعمال حقائب الماء الساخن الان العديد منهم لا زالت منتجاتهم تحويل عديد من المواد السامة وعند استجوابهم يدعون ان منتجاتهم هامنة تماما ان مادة دي بي اي المسببة للسرطان موجودة ايضا بالاقراص المدمجة واجهزة اللابتوب استعمال خيط الاسنان ان مركبات البريفليورينايتد او المعروفة باسم البي افسي موجودة في عادة منتجات من قبل الشامبو وخيط الاسنان ان خطورة هذه المواد تكمن في صعوبة تحللها بحيث تبقى في جسم الانسان لسنين عديدة بالاضافة الى كونها مواد السامة تسبب ضرر الكيلة وتلف الكبد وتشكل خطورة على الاطفال وفقا لدراسات حادثة تم اجراء هفين الولايات المتحدة الامريكية تتصدر قيمة اكثر الدول التي تعاني من البريفليورينايتد شرب عصير الفواكه ان اغلب الناس الذين ينهجون نظاما غذائيا صحيا يحرصون على شرب العصائر كل صباح غير ان ما يشله العديد هو ان تلك العادة من شأنها ان تكون قاتلة وخصوصا اذا كان العصير مصنوعا من الفواكه المجففة وذلك لاحتوائها على نسب عالية من ثاني اكسيد الكبريت فرغم ان عصير الفواكه يحول عديد من الفيتامينات الاملاح والمعادن الى ان مادة ثنائي اكسيد الكبريت الموجودة بهتعد خطيرة بحيث ان تركمها في الجسم مع مرور الوقت يكون شيئا يشبه المادة السمغية اللاسقة التي تعتبر مسبب مباشر للحساسية الشديدة اضافة للاحتمالية تسببها في الاجهاض اكل الوجبات السريعة يعلم العديد من ان الوجبات السريعة مضرة للصحة وذلك لا يرجع فقط الى تشبع هذه الاخيرة بالدهون التي يسبب تركمها انسداد الشرايين بل ايضا بسبب العبوات التي يتم وضع الوجبات السريعة بها ان تلك العبوات تحتوي على مواد كيموية تسبب سرطان تناول فشار الفرن الكهربائي ان هذا الاخير سهل الحياة على محبي الفشار الا ان تناول كمية كبيرة منها قد يسبب الوفاة وذلك بسبب احتواء نكهة الزبدة الصناعية التي تضاف الى الفشار على مادة خطيرة تدعى جايا سات فرغم ان هذه المادة متفق عليها من منظمة الغداء والدواء الامريكية الانها مسؤولة على امراض الجهاز التنفسي اضافة الى هذا فاكثر الناس تعارضا للاصابة بامراض الجهاز التنفسي بهذه المادة هم العمال الذين يشتغلون بمصانع صنع فشار الفرن الكهربائي استعمال كريم واقي من الشمس لا طالما سمعنا وما زلنا نسمع ان الكريم الواقية من الشمس ضرورية جدا وذلك لانها تحميل من اشعة الشمس الفوق بنفسجية المسببة لسرطان الجلد يعتبر ذلك صحيحا غير ان ما يجهله العديد هو ان الكريم الواق من الشمس يمنع الجسم من الاستفادة من الفيتامين دي الموجود باشعة الشمس المسؤول عن تقوية صحة العظام والمناعة وحبية الجسم من السرطان وذلك لان الفيتامين دي يحارب الخلاي السرطانية اذا ميمكننا القول بان الكريم الواق من الشمس هو سيف دو حدين تناول الوجبات على مكتب العمل وفقا لدراسات حديثة تم اجراؤها فان مكتب العمل يحوج رثيمة فوق عدد تلك الموجودة في المرحاض باربع مئات مرة اضافة الى ان تناول الطعام على المكتب يؤديل الخمول ويساهم بشكل كبير باحساس الانسان بقلة نشاط الجسم والدهن ازالة شعر الانف ان هذه الخيرة واحدة من بين اكثر العادة ممارسة من طرف الناس لان الناس يظنون انها امينة والشيء المؤدي حيالها هو فقط الاحساس بالالم عند انتزاع الشعر وتدميع العين غير ان ما يجهله العديد هو ان الواقع اخطر من ذلك بكثير بحيث انه من شاني ان يؤدي جلد الانف فعند ازالة الشعر يترك مكانها فارغا يجعل من عملية دخول البكتيريا شيئا سهلا وضع الساق على ساقة ناء الجلوس اذا كنت من الاشخاص الذين يضعون رجلا على رجلاتنا الجلوس فعليك تغيير هذه العادة فورا لان هذه الوضعية ترفع ضغط الدم مواقة وتسبب الام الرقبة والظهر اضافة الى هدفين دراسات هجريت سابقا بيانت ان وضع رجل على رجلاتنا الجلوس قد يسبب توسيع الوردة وظهر الدوالي لذا غير من عادتك هذا واجلس على كرسي مريح يكون فيه الظهر مستقيما والرجلين ثابتتين على الارضة